قدم حضور نور زهير للجلسة إجراء قانوني شنو اللي يترتب عليه في حال ما حضر بالجلسة اللي بعدها ولي بعدها احنا هنا نقول من حق وكلاءه او من حقه هو إذا يحضر لا هو ما حضر فمن حق وكلاءه تقديم طلب لتأجيل الجلسة الطلب هنا قانوني نعم ما بيكون مشكلة والمحكمة أخذت به وأجلت الجلسة إلى يوم 27 آب في حال ما حضر في حال لنفترض الجلسة المقبلة أيضا ما حضر قد يقدمون طلب آخر وقد يكون هناك ضرف يستدعي تأجيل الجلسة لكن السؤال الأهم إذا أبقى يتهرب وتأجيل 27 والشهر التاسع هذه بعدها شنو الإجراء القانوني بعدها محكمة الجنانات المختصة بمكافحة الفسادة والنزاهة أنه يتحاكم غيابيا خلاص أنت ما جاي تهضر وإذا تخلف وكلاء أو تخلف هو تصدر عليه أمر قبض بالجديد وتتخذ إجراءات قانونية بحقه جاي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر